موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أما بعد أيها الأحباب الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل رمضان هذا رمضان خير وبركة وأمن وأمان واستقرار أيها الأحباب الكرام سئل أحد الصالحين بما أستقبل رمضان فقال استقبلوا رمضان بالتوبة النصوحة إلى الله سبحانه وتعالى فقال قائل نحن مؤمنون فلماذا نتوب إلى الله عز وجل فقال أولم تسمع إلى قول الله عز وجل وهو يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة فالخطاب جاء إلى المؤمنين ولم يأتي إلى الناس أو الكفار فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وإذا سمعت كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يا أيها الذين آمنوا قال فارع لها سمعك فهي إما أمر يأمرك الله سبحانه وتعالى به أو نهي ينهاك الله سبحانه وتعالى عنه فلما خاطب الله عز وجل العباد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة أراد من العباد أن يجددوا له في كل حين توبة وحبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو سيد التائبين كان يقول عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة هذا حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة فما بالنا نحي أيها الأحباب الكرام لا نجدد لله عز وجل توبة ولا نستغفر الله عز وجل سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة أراد منا أن نطهر قلوبنا وأن نجدد له في كل لحظة بل وفي كل همسة توبة نصوحة نلقى بها الله سبحانه وتعالى واعلموا أيها الأحباب الكرام إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فربكم تبارك وتعالى قال هنا أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أم لم يدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا وفعلوها ومع ذلك طمأنهم رب العزة تبارك وتعالى بأنه سيغفر لهم وسيتوب عليهم فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال كذلك أيها الأحباب الكرام في آيات عظيمة خاطب بها العباد قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما أرأيت أيها الأخ الحبيب أيها المسلم أيها المستمع أيها المشاهد أرأيت كرما أعظم من هذا الكرم أرأيت إلى رب العزة تبارك وتعالى وهو يخاطب بأفعال أنك إذا فعلت أفعالا عظيمة كالقتل والزنا والشرك ثم بعد ذلك تقلع وتتوب إليه تبارك وتعالى وتستغفر وتتوب وترجع إليه سبحانه وتعالى فهو يقبلك وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بين لنا مواطنة يجب أن نستغلها في مناجاة رب العزة تبارك وتعالى فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كان الثلث الأخير من الليل نادى الله سبحانه وتعالى وذلك في كل ليلة هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه سؤله أيها الأحباب الكرام هذا الثلث الأخير من الليل ونحن في شهر رمضان يقينا نحن مستيقظون استعدادا للسحور فلابد أن تستغل خمسة دقائق من هذا الوقت قبل السحور في الثلث الأخير من الليل فتستغفر الله وتتوب إليه وترجع إليه وتنوب إليه فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من رجل خرج في صحراء معه دابة عليها طعامه وشرابه وأخذته غفوة فلما استفاق وإذا بالدابة التي عليها طعامه وشرابه قد انفلتت وولت فبحث عنها يمينا وشمالا فلم يجدها ثم قال أرجع إلى المكان الذي نمت وغفوت فيه فأموت فيه يقول صلى الله عليه وسلم فلما رجع فأخذته غفوة فلما أفاق فإذا بالدابة تعود إليه عليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح كان الأصل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فرحا بعودة الدابة التي عليها طعامه وشرابه ونجاته من الهلاك ولكنه أخطأ من شدة الفرح يقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا بدابته أيها الأحباب الكرام جددوا لله عز وجل توبة وأنيبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة